النهاردة هنعمل منتجين حلوين جدا للقدمين هنعمل الجل ده الجل ده انا عملته من جل الصبار ده علشان يرطب الادم ويديها راحة حلوة استخدمت فيه زيت شجرة الشاي وزيت النعناع وفيتامين اي هوريكو الطريقة وكمان عملت سكراب مقشر لرجلين حلو جدا عملته برضو بزيت شجرة الشاي والنعناع والملح البحري وملح الطعام واستعملت كمان معا نعناع طبيعي اعشاب يعني منتجين حلوين جدا وسهلين جدا تعالوا بقى نشوف مع بعض خطوة خطوة هنعملهم ازاي وهنبتدي باول حاجة هنبتدي بالسكراب زيت شجرة الشاي والنعناع للقدمين معايا بيكر 250 جرام وهبتدي اضيف فيه اخلط فيه المكونات بتاعتي هاخد 70 جرام من الجليسرين وانا باستخدم الجليسرين هنا علشان الجليسرين مرتب هايل طبعا لادم الرجل وافقي واحسن من احسن الحاجات اللي انا ممكن استعملها داخل السكراب للقدمين يعني وانزل وراه با 4 جرام زيت جوز هند انا استخدمت الصراحة زيت جوز هند مجزأ لكن انت تقدري تستخدمي زيت الجوز الهند العادي مش هجرة حاجة خالص يعني بس طبعا هو قفيد للبشرة انا بجيب الزيوت بتاعتي كلها من مصنع الاجي اللينك تحت عندكم في صندوق الوصف وبعد ما اضيف الزيت الجوز الهند هنزل باثنين جرام من زيت الججوبة وراهم على طول وبردو زيت الججوبة برضو بيعتبر يعني من احسن المرتبات للبشرة وهيكون حلو جدا في السكراب بتاع القدمين انا خدت بس منه اتنين جرام وهنزل وراهم على طول بعشرة جرام من البوليسوربيت عشرين البوليسوربيت عشرين بيساعد طبعا في الدمج بتاع الزيوت كلها مع بعض وهاضيف ستة جرام من خلاصة الصبار تقدر تدي في اي خلاصة تانية عندك مش شرط تتأيدي بخلاصة الصبار محر المشروع اشتركوا في القناة 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 والزبدات والحاجات دي لا دا اخاف وسريع الامتصاص بيدي بقى انت أنت عاش حلو اوي اوي للرجل كمان بالذات بعد والسكروب وكده يبقى أنت يععمل دك منتاجين حلوين جدا للرجلين ما فيش اي حد بيستغنع عن منتاجات الرجلين و 47 و المنتجين دول تقدر يستخدهمهم بشكل يومي عادي جدا ومدة صلاحية انا اي حاجة بعملها بقول عليها 3 شهر عشان اشتري دماغي لكن طبعا في حاجات بتقعد اكتر من كده بكتير بس كده انت تبقي في الامان يعني لو فيه لا قدر الله في حاجات طبيعية بتفصل مش هتفصل قبل 3 شهر فلما تقولي 3 شهر تبقي على المنتجات تبقي في الامان طول الوقت تبقي على المنتجات تبقي على المنتجات تبقي على المنتجات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة